لو بتعتمدوا في شغالكم على صناعة المحتوى على انستانجرام او على اي منصة التواصل اجتماعي تانية فاكيد مرتوا بفترات ان انتم تنقطعوا فيها عن النشر وتتوقفوا عن نشر المحتوى على المنصة اللي بتقدموا فيها المحتوى بتاعكم كلنا ممكن نور بزروف او باسباب مختلفة تخلينا نتوقف عن نشر المحتوى على اي منصة من منصات السوشيال ميديا قد يكون في اسباب معينة وقد يكون من غير اي اسباب زي مثلا اننا نكون عايزين ناخد بريك طيب بعد ما ارتحنا واخدنا البريك بنكون عايزين نرجع تاني ومش عارفين نرجع ازاي وهو ده اللي هنتكلم عليه في فيديو النهاردة وهو العودة لانستانجرام بعد انقطعه بس قبل ما نبدأ اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث تحفة انا سلمة حجاج ودي قناتي تحفة تحفة بقدم لكم الحديث دوت من مصر والساعة دلوقتي تسعة وتلت ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات بتسمعونا منين وفين عشان التعليقات بتاعتكم متفرحني جدا وتحسسني ان احنا كأننا قاعدين وبنتكلم مع بعض ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ كلنا ممكن نمر بمواقف تخلينا نتوقف عن نشر محتوى على الاستانجرام لفترات واسباب كتيرة زي مثلا اننا نكون فترة اجازة زي اجازات الاعياد وبعدها بنحس ان احنا مش عارفين ان نرجع ليه الروتين بتاعنا تاني قد يكون برضو تغير كبير في روتين حياتنا زي اننا بننقل بيت جديد او ان صانعة المحتوى دي تكون مثلا سيدة حامل فالبيب الجديد دوت بيجي يشقلب لها روتين حياتها رأسا على عقب زي ما بيقولوا ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخليكم تتوقفوا عن الشغل بتاعكم او مثلا ان يكون في تعليقات سلبية جات لكم اصرت عليكم وجوت لكم احباط وده بالذات بيكون في البداية لو انتم في الاول خالص فالتأثير بتاع التعليقات السلبية بيكون ليه اثر اكبر بكتير جدا غير لو انتم خلاص تقدمتم وحسيتوا ان انتم قافين على ارض صلبة وبقى عندكم نوعا ما ثقة بنفسكم وبالمحتوى اللي بتقدموه او قد يكون من غير اي اسباب خالص ان انتم مثلا محتاجين تاخدوا بريك او استراحة او حسين انتم انضغطوا في الشغل الفترة اللي فاتت او ان انتم اصلا الطريقة اللي بتشتغلوا بيها ما بتدوش لنفسكم بريك في النص فعشان كده حسيتوا خلاص ان انتم مش قادرين تكملوا في السباق دوت لو فيه سبب تاني انقطعتوا عشانه عن انستجرام او نشر المحتوى على المنصة اللي بتنشروا فيها المحتوى بتاعكم شاركونا في التعليقات السبب دوت وخلونا نتكلم سوي بعد بقى ما ارتحنا واخدنا البريك بنكون عايزين نرجع ومش عارفين نرجع ازاي اول حاجة عايزة اقولها ان عشان نرجع لانستجرام بعد انقطاع بغض النظر عن الفترة دي كانت ايه ناخد الامور ببساطة لان ساعات الموضوع بيكون سترسفل وبنكون حسين كده بضغط وان الموضوع مضطرنا ومش عارفين نرجع ازاي فناخد الموضوع ببساطة خالص وانتخيل كأننا ومثلا مكناش انقطعنا عن استجرام وعايزين نرجع للسطايل بتاع الشغل بتاعنا عادي جدا ويجي هنا بقى السؤال هل نشرح للجمهور سبب الانقطاع بتاعنا ولا لأ افضل اجابة للسؤال دوت هي ان انتوا تتصرفوا بعفوية وتختاروا اللي رايحكم وتختاروا اللي يمثل شخصيتكم يعني لو انتوا اصلا على السوشيال ميديا كنتو بتشاركوا الناس بعض التفاصيل للشخصية في حياتكم ويحابين ان انتوا تشاركوهم سبب الانقطاع دوت فلكم طبع مطلق الحرية ان انتوا تشاركوهم السبب كان ايه لو مثلا انتوا الاكاونت بتاعكو بتاع انستجرام دوت خاص بالبراند بتاعتكو او بتتصرفوا بشكل بروفيشنال فما فيش داعي ان انتوا تذكروا سبب الانقطاع واكتبوا فقط بس ان انتوا تقولوا للجمهور ان انتوا رجعتوا مرة تانية وان انتوا حاشكم واشتقتوا لنشر المحتوى على انستجرام والتفاعل مع الجمهور بتاعكم وده برضو يخلينا نتكلم في نقطة مهمة وهي اصلا فترة الانقطاع ديت كانت قصيرة ولا كانت طويلة لو فترة الانقطاع عن انستجرام ديت هي اسبوع مثلا الى اسبوعين فما فيش اي داعي لذكر اسباب الانقطاع لان اصلا الجمهور بتاعكم ممكن ما يكونش لاحظ الغياب بتاعكم لكن لو فترة الانقطاع ديت اكتر من اسبوعين شهر مثلا فيما فوق 3 شهور وهكذا فاكيد الجمهور هيكون لاحظ ان الحساب بتاعكم بقاله فترة ما تمش نشر عليه حاجة ولا محتوى ولا ستوري ولا اي حاجة فدي اكيد حاجة ملحوظة من الجمهور والجمهور هيكون اخد باله منها كمان هتكون خورزميات او الالجوريثمس بتاعت انستجرام اخدت بالها منها وهتلاقوا حتى ان طريقة التفاعل مع البوستات اللي ده بتاعتكم والعدد بتاع الوصول للمحتوى اللي هتقدموه بعد كده هيبقى مختلف لان لسه الخورزميات بعد انستجرام هتتغير عشان تكتشف ان انتوا بدأتوا تنشروا محتوى تاني اول خطوة بقى عشان نرجع ازاي الانستجرام هي ان احنا ننشر محتوى بشكل منتظم اول حاجة محتاجين تعملوها انكم ترجعوا تاني نشر محتوى على انستجرام بشكل منتظم ومن غير اي انقطاع حتختاروا 4 ايام في الاسبوع تنشروا في يوم محتوى او ممكن تختاروا انكم تنشروا محتوى يوم بعد يوم يعني يوم فى ويوم مافيش وبه افضل طريقة حيث لو عندكم الشهر بتعتبروا 30 يوم فانتم محتاجين تنشروا 15 مره في الشهر او لو هتنشروا 4 ايام في الاسبوع فاربعه اربعه يعني 16 بوست او 16 حاجه في الشهر تنشروها. ومش لازم ابدا تستنوا لبداية الاسبوع او لبداية الشهر احسن حاجة تعملوها لما تحبوا ترجعوا لاي حاجة او تبدأوا في اي حاجة هي انكم تبدأوا دلوقتي. كل اللي هتعملوه ان انتو هنجهزوا دلوقتي محتوى يكون جاهز للنشر خلال السبع ايام القادمة. يعني محتاجين اربع حاجات تنشروها. هتكتبوا كل الافكار اللي هتجي في بالكم الخاصة بالمحتوى دوت. وبعد كده هتشوفوا كل حاجة ممكن تنشروها في شكل ايه? يعني الفكرة ديت انا اقدر انشورها او اصممها في شكل ريل. او الفكرة ديت ممكن انفزها في شكل فيديو. او الفكرة ديت ممكن انفزها في شكل كاروسيل بوست او بوست عادي على انستجرام. بعد كده هتبدأوا بصناعة المحتوى دوت لو في فيديوهات هتصوروها او ريلز تصوروها برضو او تسجلوها او تصمموها حسب الطريقة اللي بتقدموا بها المحتوى بتاعكم. وتعملو لها منتاج وتعملوا كل التصاميم اللي بحيث ان يبقى عندوكم محتوى جهز للنشرة. بعد كده هتجادويلو المحتوى دوت ويتقسموه على ايام الاسبوع او السبع ايام اللي جايين. يعني هتجادويلو المحتوى دوت كل حاجة في يومها. وريلز هتخلوها موجودة على مبايلكم بما ان حاليا مفيش ابليكيشن او تطبيق لجدولة الرييلز. فتقدروا ان انتو تعملوها سيف اس درافت على الابليكيشن متاع انستجرام. ولما ييجي المعاد بتاعها تثبطوا منبه. لو انتو ذاكرة بتاعتكم مش اقوى حاجة ومش احسن حاجة وهتنسوا المعادة اللي الرييل هينزل فيه. فتقدروا تثبوتوا منبه على الموبايل للمعادة المفروض تنزل فيه الرييل واول ما ييجي الوقت تروح على طول تنزلوها. تاني خطوة وهي اننا نرجع نتفاعل تاني مع الجمهور بتاعنا. التفاعل مع الجمهور بتاعنا دوت كده بمثابة انه هو زي اللارم او بمثابة تنبيه او بمثابة ان احنا بنقول لهم ان احنا رجعنا بس بشكل غير مباشر. وده عن طريق اي? عن طريق ان احنا هنشوف اي تعليقات عندنا مكناش ردين عليها قبل كده. وهنرجع نرد عليها. ونشوف كمان الرسائل اللي احنا مردنوش عليها برضو قبل كده. وهنفتحها برضو ونرد على الاصدقاء والناس المتابعين اللي كانوا بعتنها لنا. لو خلصتوا خلاص رد على الرسائل والتعليقات او كان عددهم قليل او ما كانش فيه اصلا رسائل او تعليقات هندور على حسابات بتنشر محتوى في مجالنا او في مجال مشابه للمجال بتاعنا. ونتفعل معاهم ونعمل لهم لايك ونكتب لهم كومنتات عفوية. كمان ممكن نعمل شير للبعض البوستات او بعض الريلز او المحتوى اللي هما بيقدموه عندنا في ستوري بس اهم حاجة ما ننسيش ان احنا نعمل لهم عشان يوصل لهم ان احنا عملنا شير للمحتوى اللي هما بيقدموه. الخطوة ديت مهمة جدا وده كده كانها بتنبه الجمهور او بتعرفهم ان احنا رجعنا مرة تانية وبيخلوهم يعرفوا ان الاكاونت بتاعنا رجع تاني ينشر محتوى مرة تانية. كمان مش بس دي بتنبه الجمهور لأ كمان دي بتنبه الالجوريزمس او الخيريزميات بتاعت انستجرام ان احنا رجعنا مرة تانية لانستجرام ويبدأ انستجرام يشوف البوستات بتاعتنا ويشوف المحتوى بتاعنا ويبدأ يشوف الاكاونت بتاعنا او الحساب بتاعنا عن انستجرام كأكاونت متفاعل والأكاونت حي فعلا مش أكاونت مهجور بقيله فترة الخطوة الثالثة وهي إننا ننشر ستوري كل يوم وده هيشجع الجمهور بتاعنا إنه هو يرجع يتابعنا تاني ويحاسسه مننا متوجدين معاهم بشكل يومي يعني لما كل يوم أنا أنزل ستوري أكيد المتابعين بتوعي هيحبوا كل يوم إنهم يفتحوا الأكاونت بتاعي عشان يشوفوا هل أنا نزلت ستوري النهاردة ولا لا ويحسوا فعلا بالتوجد الفعلي معايا كل يوم يحتاجين ننشر على الأقل ستة ستوري أو أكتر وكمان ننشرها في أوقات مختلفة في اليوم يعني ما نجيش الصبح مثلا بدري وننشر ستة ستوري ونسيب باقي اليوم فاضي لا الأفضل إننا ننشر الستوريز بتاعتنا على مدار اليوم مثلا 2 ستوري خلال الصبح و beispielsweise 2 ستوري خلال العصر و 2 ستوري بالليل وطبعا مش لازم نلتزم بس بستة ستوري خلال اليوم إن نقدر ننشر أكتر من كده لو حبينا ممكن صحيح حكمة أو كود إعادة أو نشر حاجة أو منه أو حذك أن نشر حاجة حاجة من حساب أخل نوع منه ونقوم بعمل ممتاز لشاهده ويعرفه و نعرفه يمكنس التحقوم بيصف لعمل منتج الرقمي 北عال vivir كل صورة مع الدعاء إستدارو تنشيل transmit استراز كل يوم كمحتوى مستمرا لكم ؟ لو لم تثقي الأفكار ممكن مثلا تكون ستوري يوميات زي تصوروا القهوة بتاعتكم او لو مثلا مش في طريق معاين حابين تصوروا الطريق دوت او لو قاعدين بتشتغلوا وتصوروا من خلف الكواليس بتاعتكم كمان هتلاقيوا منتجات رقمية احنا بتقدمها للستوري تقدروا تتفرجوا عليها من هنا ويتحملوا اللي يعجبكم عشان تنشروها عندكم ويبقى عندكم ستوري بشكل منتظم لو مش لقين افكار كويسة للستوري بتاعتكم رابع بقى خطوة عشان نرجع لانستجرام تاني هي ان انا ممكن نعمل تجديد او new look او update لشكل الحساب بتاعنا يعني مثلا ممكن نغير اللوجو بتاعنا او نرجع نعدل في الالوان او في طريقة التصميم بتاعتنا لو بقلنا فترة طويلة ما غيرنوش فيه الشكل بتاعت التصميم بتاعتنا او الثيمز بتاعتنا نقدر ان احنا نغيرها زي مثلا نغير الالوان نفسها او لو عندنا الوان خاصة بالبراند بتاعتنا فنقدر نغير التوزيع بتاع الالوان دوت كمان نقدر مثلا نحنا نغير الخطوط او نغير الستايل نفسه بتاع التصميم لو مثلا كنا بنعتمد على حاجات كلها جرافيك ممكن نرجع ندخل فيها سور او لو كنا بنعتمد على حاجات فيها سور بس نقدر ندخل فيها حاجات جرافيك لو مثلا كنا بنعتمد على السور اللي هي بتكون 2D او الـ graphics او الاشكال اللي بتكون 2D نقدر مثلا نرجع ندخل فيها اشكال 3D وهكذا بحيث ان احنا نعمل الاكاونت بتاعنا زي new look كده او شكل جديد وده يخليه جذاب اكتر للجمهور والمتابعين بتاعنا القدام وكمان الجداد حاجة مهمة بقى جدا لما نيجي راجعين لانستجرام مرة تانية وهي اننا ما نرفعش سقف التوقعات على الاخر يعني بعد ما نرجع لنشر محتوى عن انستجرام لازم نحطش توقعات عالية بالنسبة للتفاعل وعدم المتابعين لانه بنسبة كبيرة الاحصائيات ديت هتكون محبطة ومش هتكون احسن حاجة لما ننزل بوست جديد ما نحطش توقعات عالية ان هيجي لنا لايك وشيرز وكمنتات كتيرة وكذلك برضو ممكن لما نرجع لانستجرام نلاقي ان احنا خسرنا اصلا عدد من المتابعين فده وتنحاول ان احنا ما نبوصش عليه وما نشوفوش كحاجة محبطة وما نحكمش غير بعد شهرين من نشر المحتوى بشكل منتظم وبشكل دوري بدون انقطاع ساعتها هنلاقي ان عدد المتابعين والتفاعل بيتحسينه وبرجعوا زي الاول واحسن ان شاء الله وزي ما اتفقنا اينا المحتوى الذي نقدموه على انستجرام ونرجع على انستجرام حتى ان انش Theory يعملوا محتوى في الدوري وتقنقل ك Lulu يفacher اونل محتوى حينما يمنعوا الهو متابعين والجمهور يشعون لنا سيفيد ممتعه القيمة اللي انتو بتقدموها. لذلك برضو الشرط التاني بعد ان المحتوى يكون مفيد وقيم. اهم حاجة ان هو يكون بشكل منتظم. يعني ما ينفعش اجي انشر محتوى مثلا كله خلال يوم واحد مثلا او يومين انشر مثلا ستة حاجات واجي بعد كده في الاسبوع اللي بعده ما انشرش اي حاجة. لا الافضل طبعا ان انا انشر محتوى بشكل منتظم ومتوازن مع الايام. لو انا بس اللي اقدر عليه ان انا انشر ثلاثة حاجات في اسبوع بتاعي خلاص اوكي انا اوزع ثلاثة مثلا ريل و بوست و فيديو على الاسبوع بتاعي وانشرهم بس بشرط ان الاسبوع اللي بعده برضو انشر ثلاث حاجات تانيين والاسبوع اللي بعده انشر ثلاث حاجات تانيين مجيش اركز كل المجهود بتاعي في يوم واحد وبعد كده اسيب بقية الاوقات فاضية. ودي كانت كل حاجة للنصايح عشان نرجع تاني لانستجرام بعد انقطاع لفترة. لو عندكم خطوات او تركات او نصايح عشان نرجع لانستجرام بعد فترة القطاع من خلال خبرتكم او من خلال حاجة انتو قرطوها. ما تنسوش تكتبها لي في التعليقات عشان هاضفها للبوست اللي بيتكلم على الموضوع دوت في المدونة. هتلاقوا رابط البوست تحت في صندوق الوصف. كمان تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق انتو تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان ما تفوتوش الفيديو الجاي. واتبعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام. هساب لكم كل الرابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في حديث جديد. دمتم بخير. باي باي.